السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله مرحبا بك اخي محمد شكرا لكم امولاي يا رحمن يا رحيم طيب الله يرحمه فقنا عندي واحد اول تلاتة الايات دي سورة الرحمن نعم ايه الرحمن علم القرآن نعم خلق الانسان علمه البيان نعم الله سبحانه وتعالى يني اعظم اسم هو الرحمن سبحانه اي اسم للجلالة ما يمكنش اصلاح تمام سبحانك يا جليل فعلا او حذب الله علم القرآن ما يغجيش لنغمه يهدي نعم اذا تسمى الجرس الموسيقي والبنية الاقاعية نعم الى اسم جلالة واحد فقط والرحمن نعم احتى العالم احتى اي اذن جلالة سبحانه وتعالى ما يمكنش يصلح فينا نعم سبحانه الرحمن عنده واحد المعنى عظيم بغينك توضحون الله جزك باخير ايها سيدي ايها بابن الله ثم علم القرآن فالمعلم هو الله سبحانه وتعالى والمتعلم هو سيدنا محمد الله عليه وسلم والأمة جاله وكل من له رغبة في تعلمه هذا القرآن فالله سبحانه وتعالى يساعده على أن يتعلم هذا القرآن الرحمن علم القرآن لمن؟ لسيدنا محمد الله عليه وسلم ولأمته ولمن كان له الرغبة في تعلمه هذا القرآن فالله سبحانه وتعالى يساعده ويسميه إنه واحد موسعى سبحانه وتعالى يساعده بكل سبحانه وتعالى تشير خلق الإنسان علمه البيانة هذا الإنسان أول إنسان هو آدم عليه السلام أي نعم وصورة بقرة علم آدم الأسماء كلها نعم إذ قال الفقل المالكتين جائموا في أرض خليفة إلى آخر آخر فأعلم آدم الأسماء كلها ثم معرض مع المالكتي فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين إلى آخر الآيات فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا معلم تمنى لكما تلعلموا الحاكم فهذا البيان وش هو ما أنزل على آدم عليه السلام كشريعة معلم الله لآدم فكان القرآن علم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والبيان علمه الله سبحانه وتعالى للإنسان وأول الإنسان هو آدم عليه السلام نعم وهنا واحد الملاحظة الله يجد في خلال مهمة بذلك هو آدم عليه السلام يعني مكرمون معززون يعني أول علماء هو آدم عليه السلام نعم فهذا كش ما ينشر هذا الصور رزيزني البرامج يقول أن الإنسان متوحيش مفتريس يعني كان عاري هذه نظرة ما دي الإنسان أكيد وأن الإنسان في الطوارة أو كده كده شيء وكان عاد الإنسان غير عاقل وإنسان العاقل إنه مثل نظرة داروين هذه غير صحيحة نعم أنت لا سيد طيب إيا سيد محمد فالقرآن الكريم هو المصدر الوحيد المعرفة الحق قدير هذا الإنسان والقرام دياله وإنه منزل دياله لأنه هو والآسف الشديد أنه مزاعدنا في كودة جيد تعليم ديالنا في التدائي ولا في ستمية ولا في الجامعة نقرأوا النظر هذه الضروين وتطور هذه الإنسان إلى غير ذلك النظرة الصحيحة هي القرآن نعم سيد محمد أول إنسان هو آدم عليه السلام والنظرة الإسلامية مش ينظر الأخرى فاللي بغا يعرف الحقيقة نحن هنا نتمي إلى أسرة شريفة أول أسرة هي أسرة آدم محوى على وجهة القرى الأرضية أسرة نبوية أسرة عالمة متخلقة متأديبة متحضرة هذه الأمور هذه اللي جيدكم بخير هذه الثلاثة آيات وتحمنا زيان إن شاء الله شكرا لك سيد محمد على التواصل ديالك وشكرا على المشاركة الفعالة ديالك دوما وأبدا إن شاء الله نعيدكم أننا سوف نتكلم على صورة الرحمن نفردها بالتحليل والمناقشة لكن باختصار ما يمكن قوله هنا سيد محمد هو أن الصياغة دي القرآن الكريم هناك ما يسمى بالجرس الموسيقي والبنية الإيقاعية في الفواصل القرآنية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان أمي لا يقرأ ولم يكتب ولم يتكلم بالشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له لكن لحظ علماء الفصحة والبلاغة أن القرآن الكريم صيغة بلغة جزلة قوية متينة متماسكة فيها جرس موسيقي وفيها بنية إيقاعية وفيها وحدة موضوعية وفيها أشياء الكثير فدل على أن المتكلم ليس هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبدا بدليل قرأ الحديث النبوي ما شهو القرآن الكريم فرق شاسع بينهما الحديث النبوي فيه الأنوار نبوة لكن يبقى دائما بشري فيه مضمون الدين لكن الصيغة بلغة عربية بشرية أما القرآن الكريم كلام رب العالمين فعلا لما قال الله تعالى سبحانه الرحمن جاء في فضلها قالوا بأن لكل شيء عروس وعروس القرآن الرحمن لأن فيها جمالية سنتكلم إن شاء الله في حلقة مقبلة نفردها بالدراسة والتحليل سنقل القول ماذا ذكر الله الرحمن لأنه ناسب أنما بعدها سنتكلم الله على النعم وغيره وغيره وعلى الآلاء فبأي آلاء ربكم تكذبا الآلاء هي النعم النعم المتعددة فبأي آلاء ربكم تكذبا هي النعمة التي في طياتها دليل وبرهان هذا ما الآلاء قال العلماء نعمة في طياتها دليل وبرهان وتكررت كثيرا في فواصل الآيات فبأي آلاء ربكم تكذبا هي عبارة عن هذا التكرار في تقريع للعقول والأفهام وكأن ربنا عز وجل يذكرك يخضخذك يقولك تكلم سمع فبأي آلاء كذلك نعمة ينتقل لك العوالم السماوات الأراضين الكواكب الأفلاك النجوم وكينتقل إلى الإنسان والحيوان وينتقل الدار الآخرة والجنات والنعيم وكل مرة يقول لك فبأي آلاء ربكم تكذبا لماذا أيها الإنسان تكذب لماذا تجادل لماذا تريد أن لا تصدق باليقين فلما تكلم ربنا عن الرحمن ولله الأسماء الحسنى ما نسب أن يقول الجبار علم القرآن أو يقول المتكبر علم القرآن أو شديد القوة علم القرآن وهذه كلها أسماء الله الحسنى أسماء الله الحسنى فيها أسماء الجلال والجمال أسماء الجمال الرحمن الرحيم الرؤوف اللطيف الرزاق لكن أسماء الجلال فيها القوة الجبار المتكبر الشديد العقاب دي الطول هذه أسماء الله الحسنى لكنك تسمى أسماء الجلال خوف عظم وأسماء الجمال فيها الرحمة والبركة والنطف فسيق الآية نسب أن يقول الله تعالى الرحمن علم القرآن لنا سوف يعلم الإنسان القرآن خلق الإنسان علمه البيان هنا ربنا عز وجل يريد أن يلفت انتباهنا لأن عنده كتابان الكتاب الأول مقرؤ والكتاب الثاني منظور الكتاب المقرؤ هو القرآن والكتاب المنظور هو الإنسان أنت أي الإنسان دليل على وجود الله أنت أي الإنسان من خلقك من سواك من عدلك في أي صورة ما شاء ركبك أنت أي الإنسان دليل قوي على وجود الله علم الإنسان علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان مباشرة حينما خلق الإنسان أعطاه الله تعالى القدرة على الكلام وعلم آدم الأسماء كلها سيد محمد وضعت الأسبوع على واحد القضية وإشكالية معرفية خطيرة فيها مغالطة تاريخية كبيرة كان قلت في التاريخ العصر البرونزي العصر الحجاري العصر كذا العصر كذا وكانت خيل بأن الإنسان وقال تطور كان قردا ثم بدأ كان يمشي على أربع حوافر بحل البهيمة ثم أصبح له عمود فقري مستقيم ثم بدأ غدوك يكبر أطوال ثم كانت للرأس صغير ما كيشك يفكر والعضلة قوية أنك يتعمل بالبدن هذا كل كلام دي الخيال العلمي ومبني على مقدمات جاء بها أدولف داروين وهو عالم بيولوجي في العلم البيولوجيا وداروين جاء بأبحاث أركيولوجية وربما أنه بعض العلماء التمسل العضر القشي جماجم للإنسان قرد وذوك الجماجم لقهم في علا موجود في التاريخ القرآن الكريم تكلم عنهم أصحاب السبت لما مسخهم الله تعالى قرادة وخنازير جمجمة ماشر سرت قرد العلماء اللي هم يحاولوا التمسل داروين العذر قالوا لعل في أبحاثه الأركيولوجيا والجيولوجيا وجد ربما جمجمة إنسان قرد من الأقوام السالفة الذين خسف بهم الله الأرض ومسخهم قرادة وخنازير وعليها بنى نظريتهم المشكلة هو أن في الدول الغربية سوف يفتخرون بنظرية داروين يقول لك أنت كرد وانت بقى تكتطور يقول لك ولماذا تعقدني الأديان ولماذا تقول لي بأن الأديان هذه حرام ودى حلال الناس بغوا الحرية بغوا العري بغوا الاستجابة لشهوات البدن فمجموعة من الناس عجبتهم من نظرية داروين قالوا لماذا هذه نظرية تتحلل من هذه القيود التي وضعت الأديان قد لك هذه حرام ودى شبهة غض بصرك احفظ فرجك لا سيدي قال لك النقد الحرية وفعلا وقنا في أوروبا قد جاء فلسفات معظم الفلسفات اللي كنا رأى مبنية على النظرية ديال داروين وغيرهم وهذه الفلسفات كودت مدارس مدرسة في الفن قد قال لك أفلام أفلام سينيمائية في هوليوود فيها خلاعة وفيها انحطات أخلاقي يقول لك ابدع لماذا لأنه بناها على نظرية داروين قد قال لك فلسفات تدرس في الجامعات وتدعو إلى الانحطاط الأخلاقي وهي قد تقول لك هي نظرية علمية وقس على ذلك أشياء كثيرة في العالم الغربي تنصل من الدين وبحث ولهت يلهتون وراء الشهوة لكن الغريب أن علماء في الأركيولوجيا قالوا بأن نظرية داروين يعني مخالفة للقواعد العلمية وقد تبين وتأكد عدم مصدقيتها الإنسان الحقيقي منذ أن خلقه الله خلقه على صورته ومنذ أن خلقه الله أعطاه لسانا وعينين وشفتين وقدرة على الكلام سيدنا آدم في أول الأمر تكلم مع الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها وعرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم تعلمون قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم قال يا آدم أنبئوا بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم حدث الملائكة خضعوا وعلموا بأن الله تعالى هو وعلى بكل شيء محيط سيدنا آدم تعلم من أول الخلق كان يعرف النطق وكان يعرف اللغة وكان يعرف الماضي والحاضر والمستقبل هذه كتسمى اللغة الأم اللغة الفطرية إحنا في التعليم دي الأبناء دينا عدنا واحد لغة دي الأم كتلقى الطفل الصغير ما قررناها للماضي ولا الحاضر ولا المستقبل ما قررناها قواعد اللغة دي الأم وكتكلم بها فطرية هذه كتسمى اللغة الفطرية ثم يتعلم لهجات ولغات متعددة لابد يضبط القواعد إن شاء الله سيد محمد في حلقة مقبلة تكلموا على سورة الرحمن وعلى النظرية دي الخلق الإنسان كما جاءت في آيات قرآنية متعددة وحنا غادين كل يوم نأتي بما فتح الله به علينا وعليكم شكرا لك سيد محمد وغنمشيوا إلى مكالمة أخرى على الخط السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله شكرا لكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة